بقيادة الجنرال سعيد شنغريحا عسكر الجزائر لا يطيقون المغرب للسير على ذأبهم الطويل فقد عملوا على تخصيص ملفا خاصا في مجلتهم المثمات الجيش لقضية الصحراء المغربية تزامنا والدكرة 29 لتوقيع اتفاق اطلاق النار المواقع بين المغرب واجبات البوليسارو الانفصالية في الثالث شتنبر من سنة 1991 ولم تختفي بعد الغصة التي خلفها الجيش المغربي لدى عسكر الجزائر فرغم الادعاء بهبوب رياح التغيير في الجارة الشرقية لا يذال مثامير المؤسسة العسكرية متشبتون بعذائهم للمملكة ولم يجدوا من عذاء لهم غير تخصيص ملف عدد المجلة الناطق بإثمها لشهر شتنبر الجيرية للقضية الاولى للمغرب وبعت رثائل تكشف الموقع المعادي لها وحمل ملف العدد 686 في مجلة الجيش بالكثير من المغالطات التي ادرجت لتغيير حقيقة الواقع المتمثلة في تجدر المغرب في صحرائه وامتداد ثرابه من طنجة الى القويرة وهي المغالطات التي تجاوزت ايضا ملف العدد وورد في حوار في نفس العدد مع صبر بوقدوم وزير الخارجية الجزائرية وفي تناقض صارخ مع الاستفزاز الذي ابدته المؤسسة العسكرية للمغرب عبر النبش في ملف تدعي فيه الحيادة وبأنه يتعلق بطرفي النزاع المغرب وعثابة الوهم في تندوف أفاد صبر بوقدوم بأن بلاده دعت لتعين مبعوث شخصية لأنتونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء من أجل إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولذر الرمادي في العيون كالعادة قال صبر بوقدوم الموقف الجزائرية تجاه قضية الصحراء المغربية يندرج في طار التزام ينتصر لحسن الجوار والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما لا تعكسه مواقف بلاده المعلنة مثل ما بدر من المؤسسة العسكرية التي نفدت ثلاث مناورات عسكرية استفزازية في ضرف شهرين فقط صناعة الثيارات المغرب مصمم على الاستفادة من الأزمة العالمية الحالية أكد وزير صناعة وتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيد العالمي أن المغرب مصمم على الاستفادة من الأزمة العالمية الحالية كي يصبح مركزا أكثر تنافسية في مجال صناعة الصيارات على المستوى العالمية وشدد الوزير في حديث صحفية لصحيفة فينونس نيوز أبدو على ضرورة الاستفادة من الأزمة العالمية الحالية موضحاًاً المغرب يوجد في وضع يسمح له بأن يصبح مركزاً لصناعة الثيارات أكثر تنافسية على المستوى العالمية وأبرز أيضاً ضرورة الاعتماد على النفس أكثر باعتبار ذلك درساً يستفاد من هذه الأزمة منشيراً إلى أنه من خلال التقى في قوانا الحية تمكنت بلادنا من تحسين أدائها والرفع من الإنتاج في وقت قياسي رغم الإكرهات التي لها علاقة بالأزمة الصحية وفي سياق متصلفة الوزير إلى أن السياق الدولي حافل بفرص حقيقية في مجال الثناعة السيارات موشيراً بشكل خاص إلى أن الإقبال على التنقل الذي يتم عبر وسائل النقل الجماعية تراجع منذ الأزمة الحالية فعاد الاهتمام بالسيارة الخاصة بالنسبة للأثر إلى الواجهة بما في ذلك على مستوى المدن الكبيرة وقال في هذا السياق أن هناك إجراءين لهم الأولوية بالنسبة لصناعة السيارات ويتمثلان في الرفع من القرى التنفسية وتحسين أداء منظومة صناعة السيارات وجعل هذه المنظومة أكثر نجاعة في الشق المتعلقة بالطاقة وهو ما يجعل المغرب يحافظ على حصته في السوق على مستوى التصدير ومن أجل بلوغ هذه الغيات يضيف الوزير فإن المغرب سيواصل تحسين عملية الاندماج بشكل أعمق لمنظومة الصناعية الخاصة بالسيارات مع العمل على تنمية أنشطة الدرجة الأولى والثانية مشيرا إلى أن هذه العملية ستفضي إلى المزيد من القيمة المضافة وتقوية تنافسية ثلثلة الإنتاج وفي مجال آخر تطرق العالم إلى التنفسية الكبيرة لمجال الطاقات المتجددة بالنسبة للمغرب على الصعيد العالمي لافتا إلى أن توجيه ذلك نحو الصناعة سيمكن بشكل خاص من تقليص الفاتورة الطاقية بالنسبة للفاعلين الموجودين بالمغرب يجمع كل الخبراء والمحللين والمتتبعين والمراحدين أن عالم ما بعد جائحة كورونا لن يكون مثل ما قبلها كما كان الأمر عقب المحطات العالمية المشابهة لهذه الأذمة كالحرب العالمية الأولى والثانية وأذمة الكثار الكبيرة وانهيار جدار برلين وغيرها من الأحداث التي غيرت منظومة التوازنات والمصالح بالعالم هذا وقد جاءت الأذمة في السياق خاص مطبوع أساسا بقرب نهاية التورة الصناعية الثالثة ودهور مؤشرات التورة الرابعة المبنية على الروبوتيك والدكاء الاصطناعية بجانب شروع الصين في خطواتها الأخيرة لضمان الزعمة الاقتصادية بالعالم عبر إطلاق مشروع الحزامة والطريقة وكذلك دهور شك كبير في مدى قدرة الاتحاد الأوروبية على الاستمرار عقب خروج بريطانيا منها ووصول اليمين المتطرف للسلطة في بعض دوله بالموازات مع التراجع النسبي للدور الأمريكي في العالم عسكريا وديبلوماسيا بعدما رفع الرئيس ترامب لشعاره أمريكا أولا وخلال ستة أشهر فقط استطاعت الجائحة وضع العالم في كساد غير مسبوق منذ تمانين سنة مع خسارة الملايين من الوظائف وتوسع خارطة الفقر العالمي ومفاقمة ديون الدول وتدمير أسطولة سلسلة القيمة العالمية الصلبة وهي إنعكاثات أولية قد تظهر غيرها بعد أيام أو أثابيع بالنظر لدخول العالم في المجهولة وغياب أي تصور واقعي وبراجماتية لثبل انتهاء الجائحة ومعها الأزمة لذلك يبقى الوصول إلى لقاح فعال هو الأمل الوحيد للعالم من أجل الخروج من هذا النفق الاقتصادي والصحي والاجتماعي المظلم وقد استطعت الجائحة كذلك وضع العالم في ثقة نظام عالمي جديد يتسم بالرجوع إلى نظام القطبية ثنائية في قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا من خلال تكريث الصين لنفسها كقوة اقتصادية ذات تأثير كبير في الثاحة العالمية وبذلك فحتى مصالح دول العالم ستعرف تغيرات كبيرة وهو ما يطرح السؤال حول مكانة المغرب في دينامية تحولات منظومة المصالح العالمية وذلك على ضوء التنثيق الأخير بين جلالة الملك ورئيس الصينية في سنة 2013 طرح الرئيس الصيني تشي جينج بينج مبادرة الحزام والطريقة التي تمد النفوذ الصيني إلى مناطق واسعة من العالم في أوروبا وإفريقيا وآثيا من خلال شبكة من الطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنى التحتية ويبدو أن هذه المبادرة سوف تحدد ملامحا جديدة لتوازنات القوى في النظام الدولي وهي مبادرة يمكن اعتبارها مشروع القرن الاقتصادي في العالم عبر استثمارات تناهز الـ 64 مليار دولار ويعتبر المغرب البوابة الغربية لهذه الطريق وآلية الربط بينها وبين إفريقيا والأمريكيتين لذلك يجب العمل على إحياء طريق السجل الماثة التاريخية لضمان ربط القرى الإفريقية بهذه الطرق وتقوية مكانة المغرب كمركز محوري للنظام التجاري العالمي الجديد كما يمكن للمغرب الاستفادة من التحولات الهيكلية لنظام ثلاثل القيمة العالمية والتي تتجه لتصبح جهوية بعد أزمة كورونا وهو ما سيمكن من استقبال بلادنا لجزء مهم من الاستثمارات العالمية الموطنة في الصين وذلك في سياق سعي الدول الأوروبية لإعادة توطين بعض الأنشطة وتقريبها من سلسلة القيمة الأوروبية وهو ما سيدفع الصين للاستثمار في المغرب عبر خلق مناطق صناعية لضمان تواجد الصين في ثلاثل القيمة الجهوية الجديدة وربطها بدينامية الحزام والطريقة من شأن هذا التوجه تقوية مكانة المغرف الخريطة التجارية الجديدة للقارة الإفريقية حيث أن القارة بصدد وضع اللمثات الأخيرة لمنطقة التبادل الحرة الإفريقية التي ستمكن دول القارة من 1.2 مليار مستهلكة وهو ما سيقوى المنظومة التجارية القارية بشكل كبير ويجعل من بلادنا منصة عالمية للولوج إلى السوق الإفريقية بالنظر إلى تجربة مهمة لبلادنا في الصناعات والمهن العالمية وكذلك توفر المغرب على منصة اللوجستية متقدمة على المستويات البرية والبحرية والجوية إن الشراكة مع الصين ينبغي أن تكون وفق منطق رابح رابح يتمكن من خلالها المغرب من الاستفادة من الخبرات الصينية واستقبال استثمارات ذات نسبة إدماج عالية قادرة على إشراك ثلاثل القيمة الوطنية في منظومتها الإنتاجية كما يجب العمل بتعاول مع الصين على الاستفادة في أقرب فرصة من الربط بالجيل الخامس من الأنترنت التي ستشكل البداية الفعلية لانخراط المملكة في التورة الصناعية الرابعة وفي المرحلة المقبلة سيكون لثاما على بلادنا تنوع العرض الاقتصادي الوطني وتطوير صناعة وطنية عالية التقنية خاصة وأنه بعد الجائحة تبين أن المغرب أهضر في السابق العديد من فرص الإقلاع وتقوية التموقع في الأسواق وأصبح جاليا أن بإمكان بلادنا إنتاج مجموعة من المنتوجات الصناعية العالية الجودة وهنا يجب تنويع منظومة الإنتاج الوطنية لتشمل آليات الرعاية الصحية والهواتف الذكية والبرامج المتطورة وتقوية توجوات أنترنت الأشياء وذلك بجانب تقوية ثلاثل القيمة المرتبطة بالمهن العالمية كالصناعة الثيارات والطائرات والنانو تكنولوجيا ومن شأن ذلك تعزيز ميكانيزمات خلق الثروة وتقوية المردودية الاجتماعية للاقتصاد الوطنية وتعزيز منظومة الثناعات الاستقرار والعدالة الاجتماعية إن هذه التوجهات ستمكن المغرب من مكانة محورية في الأجندة التجارية الشديدة للقرة وستمكن من الإحياء الرمزية للطريق التجارية التاريخية التي كانت تسمى طريق سجل ماثة لكن بنفس رقمي والصناعي وعلمي جديد وهو ما سيمكن بلادنا من مضاعفة ناتجها الداخلية الخامة بعشرات المرات في العشرين سنة المقبلة بجانب تقليص مصاري اللحاق بنادي الدول الصاعدة من 30 سنة إلى حوالي 10 سنوات